يا ذا القوة المتين كان بحثنا الماضي على ذكر الله وبينا أن ذكر الله عز وجل بذرة تزرع في قلب المؤمن وهذه البذرة إذا سقيت بماء محبة الله أنبتت شجرة أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها في السماء متصل بالعرش تؤتي أكلها هذه الشجرة كل حين بإذن ربها يعني يكون الفتح الإلهي لهذه الشجرة التي هي ذكر الله يكون فتح الله فيها في كل لحظة من لحظات العمر أينما وجد أثمرت وأينعت وآتت أكلها كل حين وهذه البذرة التي تسقى بماء حب الله كما ذكرت تزهر زهرة زهرتها المراقبة لله فإذن الذاكر هو الذي يراقب الله عز وجل في كل أحيانه مراقبة دائمة كأنه مع الله وكأن الله معه أعبد الله كأنك تراه وهذا مقام الإحسان وقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم وهناك آيات كثيرة تدل على ذلك فالمؤمن هو الذي يراقب الله في كل أحيانه وليس الذكر أن تذكر في المسجد ويصفو قلبك فيه إنما الذكر أن تذكر الله عند ميول قلبك للشهوات وعند تغلب الدنيا وعند المال هناك الذكر الحقيقي الذكر أن تحجب نفسك الأمارة بالسوء عن كل خطيئة ومعصية هذا الذكر أن تحجب الإنسان عن اللقمة الحرام عن أكل اللقم الحرام مهما كان حاله وإن كان بمنتهى الشدة لا يأكل لقمة حراما لأنه يذكر الله تعالى والذكر لما كان حضور مع الله عز وجل كان مراقبة العبد لله عز وجل في كل لحظة من لحظات الحياة والمؤمن يقول دائما إذا كان سيدي رقيبا علي فلا أبالي بغيره إذا كان سيدي الله إذا كان رقيبا علي فلا أبالي بغيره يعني لا ألتفت إلى الغير ولا إلى الناس لأن الناس كلهم مخلوقون وهم من أهل الفناء الله وحده هو الباقي هو الأول والآخر والظاهر والباطن فإذا كنت مراقبا لله وحده فلا تسأل إن كان الناس في رضا أو في غير رضا من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه ومن أصلح جوانيه أصلح الله له برانيه هذا ورد حديثا من أصلح ما بينه وبين الله أصلحت قلبك إذا نظر الله إليه يجده حاضرا معه والناس مسكين ما عرفوا إلا نظر الناس مشان الناس ينظروا إليك بتلبس وبتنهندز وإذا كان الأميس ما مكوي منيح بتشلحه وإذا القرافة ما من سكره منيح بتشلحها والشاكيت بد يكون مفصل على الآلم مشان نظر الناس إليك لنظر الناس أحسنت لباسك لنظر الناس جملت قوامك والله ينظر إلى قلبك لا ينظر إلى ظاهرك فهل أصلحت القلب لنظر الله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فنظر الناس إلى الجسد هيأت جسدك ونظفته ونظهرته وسرحت الشعر وتعطرت من أجل نظر الناس إليك ومن أجل نظر الله ما جاء إلى بالك نظر الله ولا عما تفكر بنظر الله إليك ولا خاطر لبالك تصلح قلبك إذا نظر الله إلى قلبك يرى قلبك تقيا طاهرا صافيا ليس فيه إلا اسمه لا يدخل في القلب إلا الله فقط القلب فقط لمحبة الله لا يدخل القلب محبوب إلا الله وحده وما بقيت المحبوبات كلها كل أشر لا تتعلق بقشر وأنت مع الله وأنا أتيت بمثال مرة لكن أعيد لكم هالمثال حتى تتذكروا كيف تكون محبة محبة الله عز وجل لعلكم من شهرين شفتوا الدرائن شفتوا الدرائن كلكم مين شاف درائنة بذرتها مفلوقة أنظر إلى هذه الدرائنة في البذرة الجوانية والبذرة اللي برا وفي الدرائنة وإشرة الدرائنة صاف؟ هذه تمثل القلب البذرة الجوانية هي محبة الله هي ذكر الله لا يدخل للداخل أحد محاطة بحب رسول الله هذه القشرة الشديدة اللي بدأت حافظ على محبة الله هي محبة رسول الله فلذلك قاسية وقوية محافظة على محبة الله ومحبة رسول الله محاطة بمحبة أولياء الله محبة أولياء الله حلوة حلوة مجالسة حلوة حديث حلو النظر ألهم حلو فكله حلاوي مجالسين لكن محاطة محيطين بحب رسول الله فحب رسول الله محاط بحب أولياء الله وحب رسول الله محيط بحب الله فإذن عندنا الدرائنة حب أولياء الله القشرة القوية حب رسول الله لك تم تمسك فيها قوي الداخل حب الله القشرة البرانية محبة الإخوان في الله محبة الإخوان هالقشرة البرانية يلي بدت حافظ على محبة أولياء الله لما بتجالس أحباب وإخوان الشيخ بيدلوك على الشيخ وبيأشروا لك القشرة بيدوقوك الحلاوي محبة الأخ يلي عرف الشيخ قبلك وأما عرق الشجرة وأوراق الشجرة هي محبة الأهل والأولاد والمحبوبات كلها كلها برانية فإذا كانت البزرة الجوانية إذا دخل إليها الهواء شو بيصير فيها بتعفين وبتدود وكذلك حب الله إذا دخل إليه هوى النفس وميول النفس فسد حب الله في قلبك فلا يدخل في القلب إلا محبة الله وحده هذا اللي لازم المسلم يفهم أن القلب هو الإناء الوحيد لحب الله لا يدخله أحد إلا الله عز وجل فذاخل القلب إذن دائما ذكر الله في داخل القلب لأن الاسم جوه الحب جوه فابنكون دائما ذكر الله في هذا القلب وذكر الله عز وجل يسقى بماء حب الله وما دام استقايا موجودة كل ما لس زمرة تكبر أما إذا كان ما سقيت ممكن الشجرة تبس فبدي يكون دائما عم تسقي هذه البزرة فبزرة هالاسم المقدس في القلب بدي تفتح وتعطيك زهرة الشجرة بدي تأزهر بتأزهر بالربيع ربيع الحب لله ربيع الحب لذكر الله بدي يكون لك ربيع المحبين المحبين كل أيام من ربيع كما قال بعض المحبين في حبكم رمضان وعمري كله ما بين إحياء وطي كل رب حياتي رمضان ما بس شهر كمان أهل الحب كل الأوقات كل الأوقات حب فإذا كان كل أوقاتك حب لله عز وجل بدي تطلع زهرة هالشجرة الزهرة الجميلة زهرة الصفاء زهرة العطاء زهرة الإمداد هالزهرة بروائحة هذه الزهرة اسمها مراقبة الله فالذاكر هو الذي يراقب الله عز وجل في كل نفس من الأنفاس وهو معكم ليش المريد الناله بتعمل الرابطة حتى تتعود المراقبة رابطة الشيخ يعني تتخيل إنه شيخك معك عند الغضب تخيلت إنه شيخك معك كم من تسبب تسبب بالسوء زلت أنت والناش بدك تسب لاحظت شيخك معك كم تسبب تسبب فرابطة الشيخ بدي هالرباط مع الشيخ والحب للشيخ حتى يعلمك كيف تراقب الله هذا التدريب الجيش قبل ما ينزلوا للمعركة شو بيعملول هون تدريب هاي تدريب على المراقبة فلما بصير حبك للشيخ دائما تلاحظ إن الشيخ معك الشيخ بينقلك إلى المرحلة الثانية فبيقلك ترك شيخك وراقب الله معك فبتصير وينما مشيت وينما قعدت سواء بالباص بالتاكسي بالطريق بالسوق عن فرشي وينما قعدت الله معي الله شاهد علي الله ناظر إلي هل تتكرم دائما تتكر على قلب الله معي الله شاهد علي الله ناظر إلي فإذا تيقنت أن الله شاهد يراد كم خطيئ ترتكب كم معصي بتعمل وإذا تيقنت بأن الله رقيب عليك شاهد عليك الله الله معي الله شاهد عليك الله ناظر إليك فإذا تيقنت الله ناظر إليك وإنت تسطحت بالفرشي أو دخلت الحمام كم خاطر خطيئة بيقل عليك وإنت ما تلاحظ الله ناظر الله شاهد وناظر فإذا الله شاهد وناظر كم فكر بتفكر بالمعصية فإذا المراقبة هي حفظ وستار لك من كل خطيئة أو معصية وهذا الإيمان الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت يا سبحان الله بالشارع نعم بالطريق بالبيت بالسوق وهو معكم فإذا معك معنات أصبحت أنت ملكا في قالب بشر روحك روح الملائكة ما عادة تتفكر بالخطيئة ما عادة تتفكر بمعصية ما عادة تتميل إلى خطايا ما عادة يطلع من لسانك كلام بارد أو تفكر بخطيئة لأنك تراقب الله معي أتى رجل للإمام الجنيد رضي الله عنه وأرضاه قال له يا سيدي بما أستعين على غض البصار البصري عم يفلق وما عم بحسين عم يفلق عم يطلع شو بدي أعمل لحتى غض البصار علمني طريق غض بصري عن الحرام فقال أن تعلم أن نظر الناظر إليك أقرب من نظرك إلى المنظور نظر الله إليك أقرب من نظرك إلى من تنظر إليك فإذا كان الله ناظر إليك والله شاهد عليك وهو معك فكيف تنظر والله ويراك حاول يا أخي حاول لاحظ بكرة وأنت ماشي بالطريق لاحظ أن الشيخ ماشي معك ومرت واحدة من قدامك مكشفة والشيخ معك بزمتك كم نطرة بتنظر كم التفات بتلتفت ولا التفات هذا الشيخ فكيف لو كان رسول الله معك انت ماشي والنبي معك كم نظرة بتنظر احب لشوف ولا نظرة فإذا كان خالق الوجود معك الله بعلمه الله بشهوده الله باطلاعه عليك معك كم نظرة ولا نظرة انتهت اذا انت استطعت تحجب نظرك لما راقبت انه الله عم ينظر عليك ما استطعت تتخيل هالعظمة والهيبة تصغرها لو كان النبي معك كيف تمشي امشي وانت عم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولاحظ ان النبي يمشي معك فما عد في نظر لاحظ شيخك معك ما عد في نظر هذه المراقبة المراقبة هي حصن من الزنوب والخطايا والمعاص فاذا كان حصن فمعناته ما عد تتقرب ولا عد تفعل اي شيء مما مما وقع ام يقع مع الشباب ليش هدت نظر لانه غفل عن الله وليش هدت تاني سب لانه نسيان انه الله معه ما حاب راقب انه الله معه فالمراقبة يا ابني هذا دواء كبير لتخفيف الالام عنك اجه واحد سبك وانت مراقب ان الله معك لما سبك تضحك ليش لان الله رأاك وسمع هو وانت عن تضحك يرسل الله ملكا يدافع عنك ملك عن بدافع فاذا انت رد ذهب الملك وحضر الشيطان حصلت مع سيدنا ابو بكر الصديق لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم اتى رجل فشتم ابو بكر رضي الله عنه وارضاه فسكت ابو بكر والنبي قاعد فصار النبي يبتسم النبي يتضحك وذاك يتضحك ابو بكر ابو بكر ساكت والنبي يضحك مرتين ثلاثة زودها تقلها والنبي يتضحك يظهر زادت عن الحد والانسان له كمان له حد كمان فسيدنا ابو بكر رد عليه لما رده امن نبي زعل وتأثر وفز ومش ركض سيدنا ابو بكر وقال يا رسول الله اصل صع ما يسيبني وانت عم تضحك ايه كلمة رديت لسا كلمة من فقال يا ابا بكر لما كان يشتمك وانت ساكت ارسل الله ملكا يرد عنك فلما رددت انت ذهب الملك وحضر الشيطان وما كان لني نبيا ان يجلس في مجلس فيه شيطان يا سبحان الله شو معناتها معناتها لما رديت غفلت عن الله بهالغفلة ده حضر الشيطان ملك ما بقى الوجود ملك ما دمت مع الله معك متى ما غفلت عن الله بعد بعد عنك وحضر الشيطان فاذا مراقبة الله عز وجل ان تكون دائما ملاحظ ان الله مطلع عليك ما على جسمك ما على اوعيك يطلع على القلب فطهر قلبك لنظر الله بطهر ثيابك لنظر الناس ألا تطهر قلبك لنظر الله الله عم ينظر لقلبك والله ينظر الى قلوب عباده كل يوم كل ساعة كل لحظة الله ينظر اليك فهل طهرت قلبك لنظر الله هل صار قلبك موضع لنظر الله انو شرف هذا بده يتشرف هالانسان الذي ينظر الله الى قلبه قال الامام الشعراني رضي الله عنه وارضاه قال ايها المريد اجتهد ان تثبت اسمك في قلب العارف بالله هذا كلام الامام الشعراني يقول ايها المريد اجتهد ان تثبت اسمك في قلب العارف بالله فان لله في كل يوم سلاسمائة وستون نظرة الى قلب العارف بالله تلاتمائة وستين نظرة فاذا نظر الله الى قلبه فرأ اسمك فيه اناله من العطاء بما انال العارف بالله بيصلك حصة من هالعطاء مثل المثال اللي حكيت لكم انه لما حطينا الفيش متى ما اجت الكهرباء يلي من الازاعة بطعم لحيصلى عندك كل لحيصلى عندك فما استطعت طهر قلبك حتى اذا حصل التجلي على قلوب العارفين بالله فالله عز وجل ينظر اليك فيمدك من هذا الامداد وورد في حديث قدسي يقول الله تعالى انما يسكن جنات عدن جنات عدن يعني جنات الاقام الخالد الدائم انما يسكن جنات عدن الذين اذا هموا بالمعاصي ذكروا عظمتي فراقبوني هموا بالمعصي شاب شاب فاتح الحمام خطر باله خطيئة خطر باله الشيطان عم يزين له ومع التحسين تصبر قال يا ربي بيبقي وما هو خير في المعصية ليش إنه راقب الله هاي واحد اتنين قال والذين انسنت أصلابهم من خشيتي يكسر الركوع والسجود بين يدي عظمة الله وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي إني لأهم بأهل الأرض بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى هؤلاء يلي خائب من الله ومراقب الله فإذا نظرت إليهم وإلى أهل الجوع والعطش من مخافتي صرفت عنهم العذاب فبركت هالشبهات الله بيصرف عذاب عن الأمة فليش ما بتكون أنت الإنسان يلي بيسببك الله بيصرف البلاء عن الأمة كلما فكرت بالخطيئة أو المعصية راقب أن الله معك فكر أن الله مطلع عليك هاي المراقبة هاي سملة الزكر فأنت عم تذكر عم يذكر عم يقع في المعصية لذا ما ذكرت الله أنت فالذكر أن يمتلئ قلبك من عظمة الله من هيبة الله من جلال الله فإذا عرفت هذا الحال عندها تراقب أن الله مطلع عليك هلأ بترجعه للبيت ممكن أبوكي يقول لك وين كنت وين كنت يطلع خلقه عليك أنت راجع مراقب لله تبتسم تبتسم لأبي ما بتحطي الأيدي تبتسم ولك لين هم تضحك وقال له الحمد لله الحمد لله انت زعلان مني وأنا كنت مع الله والله أمرني أنه أنا أسمع لك وأبتسم لك فأنا مبتسم إليك ولو طلع خلق عليك لأن الله هيك يراني ويننظر إلي الله شايفني وأنا بني يبتسم لك حتى إذا رآني على حال ترضي يرضى عني والله يرضى عنك كمان يا بابا ما بتشوف إلا أبوك نواص صغير شو هالحكي هذا منين الحكي هذا يا بابا الله قال وهو معكم أينما كنتم فالله معي ومعك شايفنا قال له يروح الله يروح الله من الشباب انطفت هذا يا أبي المراقبة لله فلاحظ دائما وهو معكم وإذا لاحظت كيف بدك كيف بدك تصير المراقبة معك ممكن ممكن سألوا الإمام الجنيد إمام الجنيد كان دائما يعود ويراقب أكتر أوقاته مراقب قال له لسيدي منين تعلمت هالمراقبة هاي هالمراقبة هاي دائما منين تعلمتها قال له أستاذي فيها أطة أستاذه مين أطة استغفر الله يا شيخي لا قال له يا ابني مصبوط شلون قال له يا ابني أنا كنت رايح على صلاة الفجر والدنيا برد شفت الأطة قاعدة مواجه سقب فأرة بكل ليلة متوجهة عم تستنى الفارج مجرد بس ما تطلع قاعدة كل ليلة مراقبة قال فرحت صليت وخدست الود ورجعت وللساعة الأطة قاعدة قال فاع قلبي حدثني أنه هاي أطة طالبة فارة وتلج ومطر وقاعدة ساعتين ومتوجهة من شان فارة انت مين طالب انت طالب الله الله بعظمة الله ما بتععد بتراقب ساعة فمين بيطلع مراقبته أكتر الأطة ولا أنت تعلم من الأطة الفصد ساعة وساعتين مراقب أن الله معي القلب يذكر والعقل يفكر أن الله معي لذلك ما خالفت المراقبة ولا طرفت عين تحسن تعملوها عود كل وقت صلاة بينما يؤدن وبينما تقام الصلاة صلي السنة عود غمض عيونك لاحظ أن الله معك قبل ما تنام عود خمس دقائق راقب الله الله والله معك وتفطح وأنت تذكر الله وتراقب أن الله معك هذا يا أبني يلي به المراقبة بيناد كل الحظ من الله تعالى ومن فاتته المراقبة فاته حظ العطاء من الله عطاء الله دائم عطاء الله لا ينقطع لكن لمن إذا كان عم يوزعه خبز كل واحد عم يوزعه له ربيت خبز إذا أنت واقف وحاطيت إيدتين هكو مكتف تاخد خبز شو لازم تعمل تتمد إيدك مد إيدك وتاخد ما مديت إيدك ما بتاخد فالله عطايا واسعة وتجلياته قائمة لكن قلبك ممتد إلى الله مفتقر إله طاهر حتى يعبي لك تكن تذكر الله حتى يطهر القلب فإذا طهر القلب راقب ودائما بعد الزكر لحنا بنقول مراقبة شريفة بعدما بيخلص الزكر مراقبة يعني لاحظ أنك بين يدي الله القلب صل نص على الله الله لاحظ أنك مع الله خمس دقائق مع الله حضور هيبة جلال بعد ذلك اقرأ الفاتحة كاستئزام بالانصراف وقم هذا الذاكر فإذا كان صارت المراقبة معك فمعنى ذلك أنك أنك لا تغيب عن الله طرفة عين وقد ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا معاز كل واحد منكم يلاحظ أنه هو معاز والنبي هل يحاكي إله أنا عم بنقلكنا الحديث المتكلم بالحديث مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا معاز إن المؤمنة لدى الحق أسير يا معاز إن المؤمنة لدى الحق أسير يعلم أن عليه رقباء يعلم أن عليه رقباء على سمعه وبصره ولسانه وبصره ولسانه ويده ورجله وبطنه وفرجه سبعة إن المؤمنة لدى الحق أسير يعلم أن عليه رقباء على سمعه وبصره ولسانه ولسانه ويده ورجله وبطنه وفرجه رقباء ملائكة عم تراقب والله رقيب على كل الرقباء فإذا كان الله رقيب فكيف بدك تقابل هذا الرقيب؟ قال بعض العارفين بالله رضي الله عنه لإن كنت إذا عصيت الله خاليا لإن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه لا يرارك منت الخطيئة مفكر أنه الله ما شافك لقد اجترأت على أمر عظيم إذا ظننت أنه الله ما شايف ما ناتى أنكرت القرآن أنكرت وهو معكم بدك تجدد دينك أنت بنخاف عليك من الكفر بدك تجدد الإسلام إذا ظننت أنه الله ما شايفك ولئن كنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت فإذا قلت أنه لا يرى أنني كفرت وإذا كنت يراك وأنت تجترع على المعصية أنت ارتكبت أمر عظيم قدام أبوك ما بتعملها قدام ولد ما بتعملها قدام الله شلون عم تعملها فلذلك يا ابني الناحي هاي الناس عنها في غفلة الناس غافلين عنها بالمرة مراقبة يمكن يمكن مرة مرتين سامعينها في حياتكم أو ما سمعت لسه مراقبة الله كيف الله رقيب وإذا كان رقيب عليك وشهيد عليك وبصير بك ما أرهت آيات القرآن إن الله سميع بصير إن الله على كل شيء شهيد إن الله بما تعملون خبير فإذا قلت الآيات وينما كانها في قلبك أنت معتقد بهالآيات هاي إذا معتقد وعم تعصي معنات عم تفعل فعل عظيم كبير جدا من الكبائر وإذا اعتقدت أعتقدت أنه لا ما عم نشوفك وعم تتخبى منه فإن بدك تجديد دين أنت بدك تجدد دينك لأنك على غير على غير حق يا أحبابي إذا إذا ما خلوت الدهر يوما إذا ما خلوت الدهر يوما هاي ما شوه شوه زائد تعرفوا البيت الشعر تبعها أخي أفيدك فائدة ما بعد إذا زائد أي الطلاب فضوها إذا ما كأنه ما موجودة إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب إذا ما خلوت الدهر يوما يعني إذا خلوت الدهر يوما إذا يوم أيام خلوت لحالة إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل هاي الشطر الأولى خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل لحظة ولا تحسبن الله يغفل لحظة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب إذا خبيت عنه سكرت الباب ورخيت البراغي البراغي فكأنه ما شافاك ولا تحسبن الله يغفل لحظة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب هاي اليوم راح هاي اليوم ثماني برمضان صاح هاي راح أكتب من ربع الشهر عما يمشي ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب بكرة الوقف بين إيدين الله بكرة الوقف بين إيدين الله صعب فهل أنت تراقب الله أحبابي أنا بحب أنه إذا سمعت الحديث طبقوا أنت أنت في نفسك جايب بالك المراقبة جايب بالك أن الله عليك شهيد بعض أولياء الله بعض أولياء الله رضي الله عنهم هذا أمر خاص مع عام هذا أيه مرة في خلوته قال مد رجله قاعد مد أجره وقاعد لحاله ما في حدا قال مد رجله قال فسمعت هاتفا يقول ما هكذا تجالس الملوك ما هكذا تجالس الملوك قدام الملك بتمد أجريت أعوذ بالله إيه الله معك فضب أجره قال وابقي حياته كلها ما مد رجله هاي مراقبة هي شديدة ما بنقول لك نعم تصل له أنت بس راقب عند الخطيئة عند الشهوة عند المعصية عند المال راقب أن الله معك فالمراقبة راقب نفسك على استقامتها خلي النفس زي من تستقيم على دين الله تستقيم على التوجه إلى الله ومر مر حالك يا أبي عد هلأ دقيقة واسمعوا مني وقال الله يوفقي اللي بيعمل يا أبي الليلة عد دقيقة راقب دقيقة غمض عيونك ستين سالي بكرة ساويهم دقيقتين بعد بكرة ثلاث دقيق لآخر شهر رمضان قدش بيصيهم معنا عشرين دقيقة اتنين وعشرين دقيقة تلت ساعة يعني صارت المراقبة تلت ساعة لاحظ هالمراقبة هاي بتلاقي صارت مثل العادي عندك وانت ماشي بالطريق صارت المراقبة حاضرة ما بد تغمض عيونك مجرد ما تلاحظ قلبك شوف الله معي شاهد في الطريق رأيت فلان عم يتخان اوه فلان فورا وهو معكم فدائما تشعر ان الله معك ولما بيكون معك شو بيكون معك ولله العزة ولرسوله ولمؤمنين هاي اخذت من العزة وان القوة لله جميعا امدك كذلك بالقوة والله ذو الفضل عظيم امدك بالفضل العظيم فاخذ كل من ايات القرآن هاي المراقبة فراقب نفسك على استقامتها ثم راقب لسانك على نطقه وعينك على النظر راقب اللسان اللسان بده يفلل بده يسيب بده يحكي حبسه ممنوع الله يسمعني وما يلفز من قول الا لديه رقيب عم يسجد عليك كل حرف عم يطلع فلا تحكي كلمة تنكتب عليك تحكي كلمة تنكتب اليك بذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي أبعد الخلق من الله القلب القاسي لا تخلي قلبك يأسا لا تكتر الكلام راقب على لسانك لا تنطق إلا الكلم الصالحة الكلم التي تؤجر عليها وعينك إذا بدأ تنظر إلى خطيئة أو إلى عيب أو إلى نقص غض البصر غض بصرك وراقب أن الله يراك وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم غمّ بصرك بأن الله يراك الله مطلع عليك راقب عملك بالإخلاص لله إذا عملت أن يكون العمل لله ما مشان خاطر فلان ولا مشان يشوفوك ولا مشان يمدحوك ولا من أجل يقولوا ما شاء الله حوله لا تنظر إلى الخلق أخلص لله إن تعلمت فلله وإن علمت فلله وإن قرأت فلله وإن أكلت فلله كل لله لا تجعل لنفسك حظ ولا تفرح بمتح الناس لكن ابني متح الناس كله كله هوبهوة وياللي بيفرح بمتح الناس هذا أليل عايز أجه لواحد قاله للسلام عليك يا أمير المؤمنين وأم نفخ حاله شو قال أنا صرت أمير المؤمنين هذا بالعلية كم أمحى فيه ولا أمحى ما في حق إذا مدحوك بتصدق متح الناس يا أبني أنت أعرف بنفسك أنت عتال وعم يقولوا لك السلام عليك يا قائد الجيش الأعلى إذا صدقت لازم يحطوه بالعصفورية هذا فأبني لا تفرحوا بمتح الناس الناس بيداهنوا على بعض البعض بيداهنوا بعضهم بفرشوا جوخ لبعضهم هذا بمتحاد وأنه بمتحاد من شان مصلحة أما المؤمن يرى الله يراقب الله يعمل لله وعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها لله فقط لا تلتفت إلى فلان ولا إلى فلان فإذا راقبت لسانك وراقبت بصرك وراقبت عملك إلاك راقب قلبك بالحضور مع الله أنا بك أذكر الله هنرص بساعة وطول النهار أي لحظة من اللحظات إذا التفتت إلى القلب توجهت إلى القلب بتأي قلبك ذاكر الله 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 زكرنا على بكرة ما لما التفت إلى القلب بتلاقي قلبك يشتغل بذكر الله فمتى بدأت النهار بالذكر بقي القلب طول النهار يذكر الله وإذا بدأت الذكر قبل النوم طول الليل قلبك يذكر الله لذلك تفتح عيونك الصباح وجربوها فتح عيونك الصباح لا قلبك مثل الطبق الله 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 شوفي والله لو اعزك خمس ساعات مايك طول الليل قلبك عم يذكر لما بتسلم قلبك لالله ذاكر بيرجه لك يا زاكر لك عما قلبك عم تخليه عندك غافل عما تنام على غفلة ومناماتك كلياتها مزعجة وكلها أشكها الألوان بينما إذا نمت على ذكر الله كل مناماتك ما أولياء الله ممكن تكون مع سيدنا رسول الله دائما فكل ليلة بشوف كل تغميضتين مر معي في سلوك والله مر معي أوقات والله كان النوم وأحب إلي من اليقظة النوم أحب رغم أنه نومي نوم من وقت اللي كنت ما بعرف أنا نومي من وقت اللي بدأت عرفت على شيخنا من سنة 13 سنة إلى الآن نومي ما بيزير عن ثلاث ساعات لازم أعد ثلاث ساعات لازم أعد إذا بغبن بيضعيوني خمس دقائق خمس دقائق ما بيروحوا فيك الأحباب بحكي لهم بعض أوقات والله هلأ غمض ضيون رأيت حالي مع الشيخ رأيت حالي مع الشيخ الكلاني كل تغميضة عين بتشوف حالات في حال من الأحوال مع الحبيب مع الشيخ مع أولياء هذا يا أبني القلب لما بيصفى لما بيصفى فما استطاع تطهر قلبك أذكر الله ونام على ذكر ناموا على ذكر لا تنام يا أبني وأنت غافل نام سيك ما سبحتك وتم عمد قول الله 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 حتى تغفل أنت عما تقول الله فألبك بيتم بقول الله الله إلى الصباح وليلك كله يكتب لك ذكرا عند الله هذا اللي ليله عبادة وانهاره وانهاره عبادة فراقب قلبك على الحضور مع الله هالحضور هات مع هالمراقبة هاي لح يعطيكم سمر هائل جدا السمرة بكرة لح نحكيها لا بكرة شو بكرة خميس بكرة مابل الجمعة إن شاء الله الجمعة إن شاء الله نشرح سمرة المراقبة لله حتى تعرفوا شوفي من وراها والدين كله لأبني والله مشاناك أنا بحب أسألكم مشان أنتوا تتيقنوا من الذي خلقكم أجيه من خلق فيكم الروح من خلق لكم السماوات والأرض الله لماذا خلقكم الله ليش خلقك يا هل ترى هل من مخلوق أعظم من خلق الإنسان والله يقول ولقد كرمنا بني آدم ما في مخلوق هل ورد في الآية ولقد كرمنا الملائكة في آية بتكريم الملائكة التكريم لمين إلك يا إنسان خلقك الله في الحياة لتكون خليفته فيها إني جاعل في الأرض خليفة شو ما أنا خليفة يعني أن تكون تنشر في الأرض اسم الله هاي الخليفة أن تنشر حب الله في هذه الأرض توسع القلوب بإسم الله أنت خليفة الله فلما بتحيي القلوب بالله وبتغزي القلوب بالله ولحترجع أنت وياهن إلى الله فينظر الله إليك أنقصت عشر أشرين ثلاثين فبذلك يرضى عليك رضاء لا سخط بعده وتكون في جوار الله مع الأنبياء فمن هدى ولو ولو سلاسة التدوى على إيدك فنصيبك مع الأنبياء وإذا ما صار هداية على إيدك أنه ما صار شيء من جوه فراقبوا الله أنه معكم ومطلع عليكم وشهيد عليكم فإذا شهدته أنه معك أو تشهد شهوده معك إما أن تشهده معك أو تشهد شهوده معك أنه يراك ومطلع عليك فمعنى ذلك راقبوا أنفسكم لنشوف كم خطيئة بدك ترتكب مين منكم اللي حيعمل مراقبة بقى كل كن لازم كل كن والمراقبة هاي مساء وصباحا بانهار لا تغمضوا أنت ماشي بس تفذك إلى قلبك شوي شوف قلبك عم يذكر الله والله معك فلا غضب ولا شتيمة ولا لسان بارد ولا معاملة سيئة فالمؤمن طاهر من الخطايا طاهر من الزلات وشو نعمل بحديث كل بني آدم خطا وانت عم تاكل إذا غفرت عن الله هي خطيئة يا ابني خطيئة ما شطل خطيئة تشرب كاسة عراء في خطيئة أعظم نسيانك لله هاي أكبر خطيئة نسوا الله فنسيهم هاي خطيئة كبرى فيا ابني دائما وإذا الله وفى إن شاء الله جايكم أيام بدي أحكي لكم أشياء فيه كتير عندي بس الله يحيي قلوبكم تفهموا عليه والله يا ابني بعض أوقات ببكي محروب محروب بدي مين يفهم عليه هذا المجلس يا ابني هذا من الخواص هذا العالم يقعد خمسين سنة بعلمه ما بيجي لباله المراقبة ساعة سأل ما شاي قال له شوفي شو هي المراقبة ما سمعان فيها أنتوا الله عز وجل اختاركن لتسمعوا والمراقبة هي من عندي ولا من القرآن من كلام الله وهذا هي حياة الإيمان يا ابني لما قلبك براقب الله معه صار فيه حياة ولما بيحيى القلب بالله صار القرآن بالنسبة له هداية ونور قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يهدي قلبه ولوين الهداية ويهدي إليه إليه يا سلام إليه الهداية إلى الله ويهدي إليه من أنام فاجتهدوا أن تطبقوا الله يرضى عليكم هال هالمراقبة لعل الله أن يفتح عليكم دائما مع الله ممكن تجيك ساعة وساعة برافو عليك إذا صار ساعة وساعة عظيم يا ابني في أول الأمر إذا كان بالنهار راقبت خمس دقائق عظيم الخمس دقائق خليها تزيد ست دقائق عشر دقائق بعدين بيجي يوم نهارك كله مراقبة مثل الزاكر أول الأمر ذكر قلبه خفأ خفأتين ثلاثة برافو معناتها بديت الحياة خفأتين ثلاثة صاروا خمسة عشرة خمسة عشرين بعدين بتجوا من الصبح للمساء ما بيغفل القلب ولا طرف يتعي مع الله الله شو ها هاي حياة يا ابني ما بيعرف إلا لداها هاي يلزه عندما يتلزز قلبك بنور الله عندما يتلزز باسم الله هاي يلزه هاي هاي اللزه والله لو قطعوك ما بتحس أنه أنت معه معه ويلي بيكون يا ابني مع السلطان وبتقرصه نملي بنط بيغزه بنط أم نملي إذا أرصتك بتعيد ومع السلطان ما بتحس فيها غرآن معه غرآن بالنظر إله خاصة إذا كان عم يحادثك لو ظلط أرصتك بتعمل حالك ما عندك خبر سيرة بتقذ على أسنانك وما بتحكي ليش مع السلطان فماء الله ماء الله لحيجيكم شيء بدكن تسمعوا بها الرمضان شيء خصوصي ما دام عم تحضروا أحضر معكم إن شاء الله لأعطيكم أشياء كل جديدة عليكم بفضل الله كل جديدة وأول مرة لح تسمعوها في حياتكم وإن شاء الله بتطبقوها متفقين على أن نطبق الله يوفقني وإياكم أن نراقب أن الله معنا على كل حال يا معاز مين معاز يا معاز إن المؤمناء لدى الحق أسير يعلم أن عليه رقباء على سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وبطنه وفرجه رقباء وإذا كان فيه رقباء الحديث حديثه له إن الله يسأل المؤمن عن كل شيء حتى عن فتاة يطيني بأصبعيه إذا أصبحتهم فركت الطين أخذ طينة جارة وفركتها الله بدي يسألك عنها فإذا الله بدي يسألك لما بتكون مراقب بدي أقول لك شو عملت هو العليم بك بيقول لك أنت كنت مراقب لي وأنا معك والمراقب لله ما له محل بالجنة له محل بالقرب إلى الله الله يجعلني وإياكم أهلاً لذلك ويوفقني وإياكم لما فيه رضاه عم بيقتصر أنا أد ما استطعت المراقبة بدها درسين يا أب وثلاثة لكن عم بيقتصر أد ما استطعت عم تاخدوا أنت شيء على حسب المستوى وارجو الله أنه ربي يزيدنا وإياكم من النعم يلا منكمل الترويح اللهم نور قلوبنا بنور معرفته ويسر لنا بيودك وفضلك يا أرحم الراحمين منكمل الترويح عشرين ركعة وفقنا الله وإياكم الحمد لله ويلا إظهرنا يا أبي 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 اشتركوا في القناة